عقد وزير التنمية المحلية محمود شعروي اجتماعاً مع قيادات الوزارة للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي يجرى تنفيذه في 52 مركز إدارية في 20 محافظة لتغيير حياة 58 مليون مواطن بقرى الريف وتحسين أحوالهم المعاشية وإحداث تغيير شامل في كافة الخدمات المقدمة لهم